كورونا كبوة اقتصادية ضخمة لم يشهد العالم مثيلا لها مذو ثلاثينيات القرن الماضي عندما ضربه الكساد الكبير وادى اندلاع أزمة كورونا في مارس من العام 2020 إلى طباط الاقتصاد العالمي بسبب فرض قيود الحجر الصحي وحالة الذعر لدى المستهلك ما ضرب مقاومات العرض والطلب في آن واحد وفي ظل التبقعات باستمرار أثار الأزمة لسنوات عدة تتوقع مؤسسات ومنظمات عالمية تكبد دول العالم خسائر تقدر بأكثر من أربعة تريليونات دولار صندوق النقد الدولي توقع أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء الجائحة إلى ثمانية وعشرين تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة مرجحا استمرار الضغوط لفترة طويلة واسطتوقعات بحدوث موجات أخرى من العدوى وتتجه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لخضي توقعاتها للنمو العالمي حل استمرار تفشي الفيروس بما يتراوح بين 2 إلى 3% خلال 2021 والتي تستقر حاليا عند قرابة 5% وعزت المنظمة توقعاتها السلبية إلى تراجع معدل إنفاق الأسر كعامل أساسي في تراجع معدلات النمو وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فمن المتوقع أن تخسر أغلب اقتصادات العالم حوالي 2.4% من ناتجها المحلي على مدار عام 2020 ومن المرجح أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4% هذا العام كما تراجع حجم التجارة العالمي بنسبة 20% وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40% وهبطت أحجام التحويلات بمقدار 100 مليار دولار وتسبب كورونا في أثار اقتصادية عنيفة على الاقتصاد العربي إذ بلغ إجمالي الخسائر حتى الآن نحو تريليون ومائتي مليار دولار وسط توقعات بفقدان نحو 7 ملايين ومائة ألف عامل لوظائفهم وهو الأمر الذي دعا لإنشاء صندوق إقليمي للأزمات يمكن أن يؤدي إلى تخفيف وطأة الظرف القاهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر